من القاهرة ينضم إلينا مدير تحرير صحيفة الأهرام سيد أشرف العشري سيد أشرف أهلا وسهلا بك يعني بعد انتهاء هذه العملية تبقى أثارها مستمرة وباقية يعني قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة آفي بلاط قال إنه العملية الهدف منها هو إحداث تغيير في الوضع الراهن وتوسيع مدى حرية الجيش في التحرك في جنين ما هو التغيير الحقيقي الذي أحدثته هذه العملية العسكرية الإسرائيلية ما سير خير أستاذ مروج بكل تأكيد في حسابات الربح والخسارة نتنياهو المؤسد العسكرية لم تحقق النجاحات المرجوة هي حقاقت انتصار دعائي فقط على مستوى الأمن والعسكري خسرت كثيرا ساعت في محاولة إرضاء الشارع الإسرائيلي ونزل احتقان الموجود بسبب حالة الغضب الموجودة باتجاه نتنياهو وشخص نتنياهو أيضا باتجاه اليمين المضطر في حكومته لكنه لم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة ولم يستطع أيضا تنفيذ بنك الأهداف الذي خطط له وأعتقد هذه العملية ربما هي توقفت ولم تنتهي لأن هناك جولة أخرى قادمة ربما بعد أسبوع أو أثنين أو ثلاثة خاصة أن هناك إعداد للعدة حاليا لجولة خلال 72 ساعة القادمة في اجتياح مماسل لنبلس حسب مراوج الإعلام الإسرائيلي الثلاثة اليوم في الصحافة الإسرائيلية وأعتقد أن الضفة الغربية الآن ستكون حبلة بالمفاجآت ثلاثة الأسابيع الثلاثة الأربعة القادمة خاصة أن حجب الضمار الذي حلسه على مدار يومين المضاين في جينين يذكرنا بعمل 2002 المشهد الخاص بكتحامات شارون في ما يعرف بعملية الصور والواقي الذي تبعتها عن قرب عندما كنت في العمان في الأردن ثلاثة أسابيع وتبعتها في منومة عمل صحفية الأهرام وشاركت في المتابعة بشكل دقيق أعتقد أنها إلى حد ما قريبت الشبه فيما يتعلق بحجم التأثير والخراب والضمار لم تصل إلى ما حصل في عهد شارون لأن يومها سكت 23 جند إسرائيلي في هذه العملية وعشرات المئات من القتل الفلسطينيون المصابين هناك تخريب 30 بيت في هذه العملية تم تدميرهم بشكل كامل 300 منزل بشكل جزئي أعتقد طرقات وحرق وتهديم وتخريب تحتاج هذه المسألة إلى عادة أعمار ومطاولة الأمد وربما تكون دولة الإمارات العربية المتحدة حسب أعدادها حركة فتحكت أحسنت صنعا عندما أبلغتها بسرعة حصر الخسائر بدءا في عملية أعادة الأعمار مرة ثانية وهي خطوة تحسب بالموقف الإماراتي والدول الإمارات والحكومة الإماراتية في مساعدة الأشقاء في الداخل الفلسطيني وخطوة أرضت الفلسطيني وأرضت أيضا كل عربي في هذه الخطوة الجيدة لكن طبق العلة ما سوف يحرس غدا أو مازا بعد أعتقد أننا مقبلين على كثير من المفاجآت فيما يتعلق به رغبة ناتنياهو فنقتل معركة من غزة إلى داخل الدفة الغربية في جينيو وفي ربيوس وفي عدة مناطق الشيطة دعنا نتحدث عن نقطة صحيحة الأساسية والمبرر الأساسي لهذه العملية وهو إضعاف قدرات الفصائل المسلحة أو فصائل المقاومة في الداخل الفلسطيني كان هناك استهداف كما ذكرت للبنية التحتية وقالت القوات الإسرائيلية أنها قامت باستهداف مخابئ ومخازن أسلحة منشأت لتصنيع المتفجرات والاستراتيجية الإسرائيلية عموما تعتمد على ضرب البنية التحتية بشكل قوي حتى تقلل من وطيرة المواجهات أو تباعد بين المواجهات مع جانب الفصائل المسلحة هل نجحت في هذا الأمر خلال هذه العملية؟ بكل التأكيد لا بالمطلق أيضا لأنه كان هناك هدفين رئيسيين اللي نتنياه هو مستهل العسكرية وجيش الإسرائيل في زي العملية هدف الأول هو لديهم لآحة مطلوبين ومقاومين فلسطينيين في جينين تولوا عمليات نجاحة بما يتعلق أيضا بكثير من بعض الفصائل القرارات الفلسطينية المحسبين على حماس والجهاد أيضا وفصائل جديدة تم تسوك في العمين الماضيين أيضا بالإضافة لأن هناك بالفعل عقاب جماعي انزال العقاب جماعي على سكان مخيم جينين لعبوا دورا كبيرا في سياسة الأرض المحروكة لكنهم لما يحققوا الهدف لم يستطيع أن يقتلوا شخصا وحدا المقاومين الفلسطينيين كلهم كانوا خارج المخيم مع بعض انتراك الساعات الأولى فجر ليلة الأسنين الماضي وبالتالي تم القبع على 300 شخص منهم 30 كل أنهم مطلوبين لكن الصحافة صحيحة شككت في حول المطلوبين وبالتالي نتنياو لم يحقق الهدف المرجو كل الذين 13 شخصائلات تم أو توفوا أو تم قتلهم هم من المدنيين العاديين للأسف الشديد وأعتقد أن هذا يؤكد ويشيء إلى أن هناك فشر زريع في التخطيط وفي التكتيك الإسرائيلي وربما رهان نتنياو على قضاء المقاومة فشل كما فشل شارون في عام 2002 وحتى أعتقد أن مقاومة هذه المرة ونرى جيل جديد لم يعاسر أحداث 2002 لكنه كان أكثر القوة وشده أكثر بأسا فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع احتلال الإسرائيلي المشكلة هنا سيد أشرف تسمح لي هو وجود الفصائل المسلحة في الضفة الغربية وفي جنين بالنظر إلى أن المساحة للتواغل إلى الجانب الإسرائيلي من هذه المنطقة ومن هذه المناطق أكبر بكثير مقارنة من قطاع غزة وبالتالي كانت هذه العملية عملية جنين يخطط لها قبل حوالي عام من الآن وقتها كان عدد ما تحصيها القوات الإسرائيلية من فصائل المقاومة أو الفصائل المسلحة العشرات الآن أصبحوا بالمئات إلى أي مدى إسرائيل قادرة بالفعل على تشفيف الفصائل المسلحة في الضفة الغربية وفي جنين لأنها تركز على هاتين المنطقتين تحديدا كل الحكومات الإسرائيلية في العشر سنوات الماضية فشلت فشل زريعا فيما يتعلق باكتساس المقاومة الفلسطينية أو تعقوب أو إحداث نوع من النقلة النوعية فيما يتعلق بالمطردات والملاحقات لجت إسرائيل في الأشهر الستة الماضية إلى عورة مرة ثانية والتخلى عن تعاوراتها لمصر والأردن والمجتمع الدولي بالملاحقات والمطردات والاختائلات فشلت فشل زريعا أيضا في توفير أي نوع من استحقاقات الاقتصاص من المقاومة الفلسطينية وهذا يؤكد ويشيء إلى أن هناك رغبة فلسطينية من كبه الفصائل الفلسطينية بما فيها الجديدة كعارين الأسود عينها على سبيل المسال وهي الأكثر قوة وشد بأسا جيل المقاومين الموجود حاليا لم يعد يأتمر بأمرة كثير من كائرات الفصائل الفلسطينية أصبح خطاب عابر للفصائلية في داخل الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو حتى في الدفة الغربية وبالتناك جيل جديد أكثر قوة أكثر اختراقا أكثر تدريبا أكثر قد نطلع على تفاصيل الموقف ولديه قناعة للمس اليقين أنه لم يعد يجدي مع نتانياه مع الحكومة الإسرائيلية في صدح حكومة متطرفين يهود يمينية إلا استخدام القوة أو أعمال المقامة بقوة لإمكانية أن يكون هناك عملية رضع متبادل خاصة أن هناك اعتراف إسرائيلي أن نظرية الرضع الاستراتيجي في إسرائيل سقطت في ستة أشهر الماضية في عهد نتانياه هو أراد من خلال اكتياح جينين أن يعيد استعارة هذه الاستراتيجية لكن أعتقد استراتيجية المقابلة في الجانب الفلسطيني وهي توحيد الساحات وحدة الساحات لعبت دورا كبيرا في تغيير المعادلات الداخل الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع بالإضافة لتغيير المعادلة في الإقليم في نفس الوقت بما يتعلق بالدور الإيراني وتغزيتها بكسر مقاومات الكوة والغطاء السياسي والأمن والعسكان والمجد حتى لكل من الجهاد وحماس سنة الأشهر والسنوات الماضية وبالتالي أتوقع أن يكون هناك درجة كبيرة من القر والفر فيما يتعلق بالمواجهات لن يستطيع نتنياهو ولا سمريتش ولا بن غافير ولا غيرهم أن يكون هناك بالفعل كي للوعي الفلسطيني فيما يتعلق به تزايد وتيرة المقاومة باتجاه نقل العمليات إلى داخل داخل إسرائيلي في المستوطنات وفي كل مناطق تل أبيب والقدس واعتقد هذا المرتقب وحارس القدس من تل أبيب بالأمس إشارة واضحة ودلالة سياسية موقف الدولي سيد أشرف أيضا كان مهم ولافت بنظر إلى تصريحات الأمريكية منذ البداية تصريحات الأمريكية كانت ثابتة على مسألة الاعتراف وتفهم حق إسرائيل في الدفاع النفسية ولكن وجدنا دعوات بأهمية التزام إسرائيل بالبنية التحتية أو إعادة إعمار البنية التحتية في جنين وفي الضفة الغربية كيف تفسر ردود الفعل الدولية خصوصا أن هذه العملية اعتمدت فيها إسرائيل على عدد أكبر من الأليات العسكرية وجدنا المسيرات على سبيل المثال التي استهدفت مواقع داخل الضفة أو داخل مخيم جنين هذه العملية كانت أوسعة كان فيها عنف أكثر من سابقاتها كيف تتوقع أو كيف تقرأ ردود الفعل الدولية والأمريكية تحديدا؟ بالفعل للأول مرة منذ 21 عاما تلجأ إسرائيل استخدام المسيرات والطائرات في عميات القصف المتبادل بعد أحداث جنين تصور الواقف عام 2002 هذا معاودة في الأسبوع قبل الماضي وهذا الأسبوع وأعتقد أنها كانت لها يقين لديها أنها لم يعد ينفع معها الاستخدام المباشر والكون مباشرة مع الفصائل على أرض الواقع فلاجت على استخدام الطيران في محاولة لإسقاط أكبر عدد من القتلى والمصابين أمر الآخر أن الجانب الأمريكي أخطأ في تصريحات أمس وأمس الأول عندما أعطى إسرائيل الحق في نفاع نفسها عاد اليوم ليصل لحزيز تصريحات ويتبنى موقف أنه يجب أن يكون هناك أعادة للمخيم أعادة البناء والسماح بتوفير استحقاقات لعادة البناء أعتقد أنه كان هناك موقف أمريكي لأقول مخزي لكنه شعر بالحرج الشديد خاصة من التحاد الأوروبي كان لديه موقف بالأمس مخالف تماماً للموقف الأمريكي عندما حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة وطلبها بواقف عمليات المترضى والملحقة والتأجير القصر للسكان وطلبها بواقف استداف المدنيين واعتبر أن ما يحرض فيه الضفة وفيه جينين هو مجلد عملية غير محسوبة ومؤمنة العواقب وحمل نتنياهو والجيش الإسرائيل المسؤولية في أعمال العنف في المقام الأول وبالتالي جانب الأمريكي عاد اليوم ليغير موقفه ويحاول يسوق فكرة أنه يريد أن يكون هناك توفير جزء من البنية الأساسية على الأقل والعام الاقتصادي للشعب الفلسطيني في جينين لكن أعطاك أنه موقف متأخر سيتوقف رد الفعل على الذهاب إلى مجلس الأمن يوم القمعة القادم بطلب من الإمارات العربية المتحدة باعتبرها العدو العربي بمجلس الأمن وننتظر ونتركب الموقف الأمريكي وكنت أرى أنه لن يصدر مشروع قرار سيكونك توصية رئاسية فقط تلزم إسرائيل بواقف العدوان وواقف الاعتلاء على الفلسطينيين في الضفة العربية شكرا جزيلا لك من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام السيدة أشرف العاشر شكرا جزيلا لك